كم من مرة بيسمع الراعي هيدا الجملة هو اللي غلط هو اللي غلط معي وأنا مرح سامح إلا إذا بيجي لهون وبيعتذر مني هيدا اللغة منى لغة تلاميذ يسوع المسيح لغة تلاميذ المسيح هو أخطأ أنا رح بادر وروح لعندي إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه فاذهب طيب هلأ بدنا نفكر ببعض الاحتمالات إذا واحد غلط تجاهك شوف عندك احتمالات الاحتمال الأول هو أنك تقول أنا رح إبقى بمكانة لحتى هو يجي ويعتذر مني ليش هيك عادة بيسير هو غلط خلي يجي ويعتذر فالمشكلة هون المشكلة تبهوا معي أنت القوي يلي معك حق يلي الغلط صار ضدك إذا بتترك الأمور مثل ما هي في خطر إنه الألم والحزن والحسد المرارة المرارة يلي بتبلش تتكون بقلبك رويدا رويدا بتبلش تفقد السئة بالناس وبتبلش تنسحب من العلاقات الاجتماعية بسبب هيدا الشي اللي صار معك وكم من شخص اليوم علاقاته معطوبة بسبب إنه بالماضي حدا أسأله إليه وما عالج هيدا الإساءة انتبه الخطيئة يلي الآخر بيرتكبها بحياتك بيعملها ضدك إن لم تعالج تصبح نافذة يدخل منها الشيطان لكي يعيق ويدمر كل علاقاتك فيما بعد تبهت إذا صار إذا حدا أسأله إليك وما تعالجت هالإساءة من هيك عم بيلك المسيح روح انتبه رح تصير هالخطيئة متل نافذة يدخل منها الشيطان حتى يدمر كل شي بدك تعمله كل العلاقات يلي بدك تدخل فيها بالمستقبل البطل عندك سئة بالناس وبتصير بتنسحب من المجتمع وبتأثر بعواطفك وبمشاعرك وبعلاقاتك وببيتك وإذا أنت ما بتروح لعند الآخر يلي أخطأ تجاهك هيدا الشخص يلي ارتكب الخطأ تجاهك إذا ما بتروح لعنده أنت عم تسمح للخطيئة اللي ارتكبه إن تتحول نافذة لحتى الشيطان يدخل منها لحياة الآخر لكي يكرر هذا الخطأ لأنه إذا عملوا معك رح يعملوا مع الآخرين وتدمر حياته هو فما تكون أناني اذهب إليه ما تكون متكبر اذهب إليه من أجل علاقتك أنت بالآخرين في المستقبل وعلاقة الآخرين بك عندما يخطئ إليك شخص بادر في الذهاب إليه لكن الاحتمال الأول أن يقعد ببيتي يسبب ضرر على الثاني الاحتمال الثاني أني قول عين بعين وسن بسن وهذه درجة ببلادنا ضربني بروح بضربه لطمني بروح بلطمه لكمني بروح بلكمه سبني بسبه ازيني بأزيني حكي علي بحكي علي صح هذا إذا منعملها ما بتكون نافذة بتكون باب يدخل منها الشيطان لحتى يخرب كل العلاقات الموجودة ويدمر حياتك أكثر فأكثر وغندي بقول بقول هيد الكلمات بقول إذا قابلت الإساءة بالإساءة متى تنتهي الإساءة إذا قابلت الإساءة بالإساءة متين بتنتهي متى تنتهي دائرة مفرغة تدمر حياتك وحياة الناس من حول منا أحب أعداءكم قيل لكم عين بعين وسن بالسن أما أنا فأقول لكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم لكن هالاحتمال الثاني غير وارد بكنيسة يسوع لكن إذا الاحتمال الأول أن إبقى بمكانة ليس صحيح الاحتمال الثاني روحوا وردله الأذية بأذية غير مقبول الاحتمال الثالث بلا ما روح لعنده بروح عند الآخرين وبحكي عليك شو رائكم بروح وبيصير عندها النميمة بصير احكي على هالآخر يلي إيزاني وبقول بلاويين سفر اللويين تسعة عشر سبعة عشر انتبهوا لأنه هيدا النص خلفية متى تمنتعاش بقول لا تبغد أخاك في قلبك لويين تسعة عشر سبعة عشر انذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطيه لا تنشر النميمة بين الناس يعني لا تبغد أخاك في قلبك أساءل إلك ما تبغده بقلبك بل شو بتعمل انذارا تنذر صاحبك بتروح وبتحكي معه وبتنذره ولا تحمل لأجله خطيه يعني ما ترتكب خطيه بغدك له هو أخطأ لألك عمل خطيه صح اذا انت بتخلي هالبغد بقلبك وما بتروح لعنده انت هلأ عم ترتكب الخطيه واكتر من هيك لا تنشر النميمة بين الناس طيب كل هيديك الاحتمالات ما بتزبط ما بتشبه روح يسوع طيب شو اللي بيزبط شو الطريقة المزبوطة شو الخريطة اللي لازم نتبعها يقول الرب يسوع المسيح اذهب إليه اولا اذهب اولا خواد المبادرة هيدي يعني Harvard المبادرة يعني الحق اللي فيك من اجل الحق اللي فيك بادر وروح لعنده سمعني النية من اجل انه هيده الحق اللي فيك ما يتحول كبرية ضده ما يتحول كبرية بحياتك اتواضع وخواد المبادرة وروح لعنده انتبهت لمعه حق في خطر أنه يصير هو متكبر فلأنه أنت معك حق تواضع وبادر ويذهب لعنده المحبة وبادر التواضع القوي القوي يبادر بش القوي ينعزل بش القوي يهمش القوي يبادر يبادر هو بيبادر بالتواضع وبادر يذهب إلى الآخر اذهب إليه لأنه ربما السبب يلي خليه يخطي تجاهك خلفيته ماضي جروحات الماضية الظروف اللي سببت له أنه يخطي لألك تكون هي العائق أنه هو يجل عندك اذهب إليه تمت واضح في سبب لخليه هو يخطي لألك يمكن هيدا السبب رح يمنعه كمان أنه هو يبادر ويجل عندك من هيك أنت اذهب إليه تعرف أنه نصف الغلبة تتحقق لما أنت بتبادر نحو نصف الغلبة وبتكتمل لما بتتم المصالحة بدي أسألكم مين زعال مين نحن زعالنا ربنا ولا ربنا زعالنا نحن زعالنا ربنا صح مين اللي بادر ويجل عندنا ما هو يجل عندنا وهيكي أبناء الله هيكي أبناء يسوع المسيح يلي بيزعلك يلي بيأذيك يلي بيجرحك بتبادر أنت نحوه بتبادر أنت نحوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر